صرح مسؤول والعلاقات الصناعية والتكنولوجية الجزائرية الفرنسية جون لويس بأن هناك عدة مشاريع لإنشاء معاهد عالية بالجزائر بشراكة فرنسية تدر كلها حول المجال الصناعي ميكروفون محمد سعدوي كل ما يتعلق بالتعليم والتكوين المهنيين الذين لهم علاقة بتطوير الصناعي والإنتاج الذين تريدهم الحكومة الجزائرية في هذا المجال لدينا عدة مشاريع لإنشاء مدارس عليا مدرسة مهن الصناعة مهد للونجيستيك مدرسة المناجمنت مدرسة للاقتصاد الصناعي قاعدون دفعة 2013-2014 بعد أن طال انتظارهم لمكافأة نهاية الخدمة والتي قدرت ب250 ألف دينار رضي يا بن هباج والليا داود لا يخلو قطاع التربية من المشاكل وهذه المرة جاء الدور على الأساتذة المتقاعدين الذين طال انتظارهم للاستفادة من مستحقاتهم المالية وكافأة لنهاية الخدمة والمقدرة ب150 ألف دينار نحن عندنا الإحصائيات في 2014 في الجزائر العاصمة حوالي 2000 متقاعد 2013 حوالي 1500 متقاعد في 2013 و2014 الناس لا تحصلوا على المنحة هذه خرجنا في 2014 ومنحة التقاعد في اللي يكون الجامعة العلم بأنها منحة بسيطة 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 جدا هي 250 ألف دينار يعني 25 مليون سنتيم الأساتذة المتقاعدون وبعد أن ذاق صبرهم طالبوا من الوزيرة بنغبريت التحرك وصب مخلافاتهم بعد أن أكدت لهم لجنة الخدمات الاجتماعية أن الحل بيد الوزارة وحدها ما يقارب السنة هي المدة التي انتظرها هؤلاء الأساتذة الضفري بمستحقات هم بحاجة ماسة لها